ميكرو فريد على قناة انفاس بريس كما العادة وكل عادة في افادة احنا في المارشي دي اللي جاج ما غندخلو غنسولو البائعين دي الخضار اشنو سبب ارتفاع اسعار دي الخضار ايلا بغتوا تعرفوا شنو السبب اجيوا معايا سيد بغن نسولوك على ارتفاع الاسعار دي الخضار ايلا بغتوا تعرفوا الارتفاع دي الخضار السبب دي الهراء المطار اول مرة الهراء الهراء غالي اه ترانسبور غالي راي كل حاجرة تقريبا تزد ثلاثين نعم ما بين العامل اللي فات لهذا العام كل حاجة تزد فيها ماشي ضوبر ايلا تريبل دي اليع اني هذا وصل لها ارتفاع اسعار دي الخضر اسعار الخضر وهو ما ما كياناش الله ارحمنا اعنطلوا الله اسلام والعافية الله ارحمنا امين وانتش بني سبالك انك باقي دي الخضار يعني كدي الاروج والله يجعل لبركحنا عايشين الله يجعل لبركحنا نفس الروج قلال بزاف الآن سلعة عالية سلعة عاليت بز percentra فيت القياس فالبصلة أي بشكل جيدا؟ وأربشها الأليوم 1.10.120 ريال بالجملاء وبشهل كتبعوهنشو؟ وكانت كنبيوعود هي مثل Tell As looking for 120 ريال الأليوم صباح للبلاء العظيم بالمرشسجلا لهم rate 110 ريال لكذنبتها ل LIVE وا smoت 20 ريال البصلة لذي في الجملاء؟ ايه ؟ في الجملاء وأنك تبعوهون 100 ريال لحشر ريال والله يجعلك باكع نll действية لوقت حوالة والبطاطة شحل ديرها؟ بطاطة 6 درهم 6 درهم في المارشي؟ لكن انا ديال فريد ديالي عشار كتعمل 6 درهم في ملاصطة كان نضيفه شي على شي كان نبيعه هادي على هادي وصله عن بيجي 6-7 أو 8 وماطي شرق؟ ماطي شار 4 درهم و 5 درهم يعني في المارشي ولا هنا؟ لا في المارشي أنا كنبيعه في المارشي قادش ديب الجملة و تسقيت وشحل كتبيعوه؟ 6 درهم و 4-5 درهم ديما كتبيعوه على 10 درهم في الكيلو؟ هادي شي اللي كيندرهم على 10 درهم والله يجعل البركة ها بنا يذم يخرج لانه الوقت رأى مزيارة بزاف أنت كتشوف يعني رأى تلك ليان الله يحسن اللعوان بنا دمره أنا دخلت دبشت السوق لنا ديالي جاج ما شو خاوي؟ رأى خاوي رأى بأسلحة غالية اسلحة غالية بزاف 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 الله يحسن اللعوان في مرض الإنسان لأداك حانوت غالية كل شي غلى كل شي كل شي ديالو خور مش حلقتي البطاطة اليوم؟ بطاطة ديرها 7 درهم 8 درهم وما طيشة؟ ما طيشة تايا ما بين 6 درهم تايا 7 درهم وكي كي بلك التامن وش في متناول الجامع؟ والله يحسن اللعوان والله يحسن اللعوان الفقير اللعي حسن اللعوان ليه هذا الشي اللي غادي نقوله وش رسالة؟ وش غادي نقولك الله يخفف منزمنا عند الله سبحانه وتعالى يبون الله سبحانه وتعالى هو يرزقنا من عند رشته يعني شتايا السبب ارتفاع اسعار شتايا كل شي إلا بقيتش بقل جوا بحالك الله يحفظه صافي واخوية السبب الارتفاع ديال اسعار ديال الخضار هي الامطار ديال الخير ديالله عز وجل اللي ما صباتش فمتيني وما صبات جي على لد المنكر واتش اللي بلينك نشوف والدابك نعيشو حاليا فمتيني ديالشابة بغدين في الهاوياو البلاد غادة خسران فمتين شتايا السبب الارتفاع ديال الخضار طبيعة الحالي يل يل رحمة ديالله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء نحي شي رسالة منك واشي رسالة اللي فرجها واللي صوب الجامعة وصوب أمك محمد والدرويش اللي فرج عليها الدرويش مقاش عايش فدل بلاي جاجمة أنا كنبيعون شري يا اخوياه نبسوق لها جاجمة كتبيعو كتشري يا سيدي وكي كتب لك الأثمان يعني ديال الخضار وهاتش بزال بزال بقاع اخويا ما ما بقاش إنسان داعيب مسكينة ما بقاش يقد يعيش هاللي كيش تلتمائة ألف برانك كاريب مية وخمسين ألف برانك عندي وجوج ديال الدراري فين غيح تراسه فين غيلو حراسه وذنها أجوج ديال الدراري وشنو يعني السبب الارتفاع ديال الخضار واخويا ما عرفنا واش من هنا ولا من هنا من هنا ولا من لي من هنا ولا من هنا ما القدر نقوله شي حاجة الله يرحمنا بشي شبعه ديال الماء الله يرحمنا بشي شبعه ديال الماء وهاتش راب الزاف أخويا رادزت عندنا قاع الجافاف قاع وما عمرنا وصلنا لهاتشي قاع هاتش راب الزاف هاتشي اللي غنقول أخويا ورسالتك الأخيرة؟ رسالتي الخيرة الله يجعل سدير بيلطف بينا وادوك الناس مسؤولين تاو مي رخفو على البوبرمان شوية إنسان ضعيف رخفو عليه شوية هاتش راب الزاف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة